بلغنا مع الإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه المبارك رياض الصالحين الذي أخذنا فيه إلى بساتين النبوة بساتين محمد صلى الله عليه وسلم يترقى بنا من مقامٍ إيمانيٍ إلى مقام ومن حالٍ إيمانيٍ إلى حال فرحمة الله عليه ورضي عنه بلغنا باب المراقبة والمقصود مراقبة الله سبحانه وتعالى وهو معنى عظيم جداً لو حققه المسلم لبلغ أعلى درجات الإيمان ومتعلقه القلب ما أسهل الأمر بل ما أصعبه وكما أن الجوارحة تتفلت من شرع الله سبحانه وتعالى وتتبع الهوى فكذلك القلب يتفلت من عظمة هذه المعاني الإيمانية السامقة الرفيعة ليرتع في السفال في الشهوات ما معنى المراقبة؟ من راقب الشيء إذا لاحظته واستدمت هذا الحال معك هذه هي المراقبة أن تلاحظ الشيء وهذه الملاحظة تكون لأسباب قد تكون لتسجيل المخالفات وقد تكون لتثبيت الطاعات وقد تكون للحفظ من المهلكات فالمراقبة لا تتعلق فقط في جانب المخالفات لإيراث الشعور بالخوف من الله جل في علاه الخوف من الله مقام إيماني رفيع لا يصل إليه إلا الخلص من الناس لكن معنى المراقبة أعظم وأشمل من تعلقه في هذا الجانب الصغير فمراقبة الله هي استدامتك للطلاع الله عليك في جميع أحوالك استدامة يقين العبد بمطالعة الله له في جميع أحواله وأقواله وأفعاله هذا هو معنى المراقبة لذلك استدامة استحضار هذا المعنى تبلغ به درجة الإحسان ومن منا يفعل ذلك إلا من وفقه الله لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتينا لاحقاً بإذن الله في الخطب اللاحقة بإذن الله قال أن تعبد الله كأنك تراه هذا هو أعلى مراتب المراقبة ثم هناك حال أدنى من ذلك وهو أيضاً في المراقبة في معنى المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمعنى المراقبة مراقبة الله إما أن تكون منك أنت تلاحظ الله سبحانه وتعالى تعبده كأنك تراه فصدور المراقبة منك أو يقينك بصدور المراقبة من الله إليك أعلاها أن تكون منك أن تعبد الله كأنك تراه تصلي بين يدي الله وأنت موقن لأنه سبحانه وتعالى يراك وهذا المعنى معنى عظيم جداً يا أخواني لأنه يورثك معنى القرب من الله قرب الله منك لا يورثك الخوف فقط بل يورثك الطمأنين والحب هذا المعنى هو الذي جعل بعض الصالحين يقول في لحظة نشوة وزهو إيماني عظيم قال إنه لتمر بي لحظات إنه لتمر بي أوقات فأقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا يعني في مثل هذه اللذة وهذه السعادة التي أجدها الآن في معيتي مع الله واستشعار قربه مني وقرب منه إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب فكيف بحال الجنة حين يعاينون هذا الفضل الكبير والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى لذلك قيل لأحد الصالحين متى يهش الراعي غنمه عن مراتع الهلك حتى أسئلتهم كانت أسئلة عميقة هم لا يقصدون غنم وراعي لا لا هم يقصدون معنى أعمق من ذلك متى يهش الراعي غنمه عن مراتع مراتع الأماكن التي تأكل منها الدواب لكن قد تكون فيها هلك للدواب فهو لحرصه عليها يهشها متى يهش الراعي غنمه عن مراتع الهلك ففهم الصالح السؤال فأجاب إذا علم أن عليه رقيبا إذا علم أن عليه رقيبا يلاحظه مالك هذا الغنم يلاحظه فهو يهشها عن مراتع الهلك إذن استحضارك مراقبة الله لك نعمة لأنها تمنعك عن مراتع الهلك هو ليس استشعار للخوف المزعج كل خوف مزعج إلا الخوف من الله كل خوف مزعج إلا الخوف من الله كل خشية تصيبك بالاضطراب إلا الخوف والخشية من الله تصيبك بالاطمئنان والهدوء كل مخوف تهرب منه إلا الله تهرب إليه لا أحد كالله سبحانه وتعالى لذلك قال أحد الصالحين إذا اجتمعت بالناس فلتكن على نفسك وقلبك رقيبا ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك لذلك من راقب الله في باطنه استقامت لله جوارحه فمراقبة الله نعمة استحضار هذه المعية استحضار لذلك جاء اسم الرقيب كما في سورة النساء إن الله كان عليكم رقيبا وكما في سورة الأحزاب وكان الله على كل شيء رقيبا وكما في سورة المائدة على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد أنت الرقيب عليهم يا الله لذلك المراقبة اسم الرقيب متعلق بثلاثة صفات لله سبحانه وتعالى العلم والسمع والبصر العلم والسمع والبصر فهيمنة الله هيمنة مراقبة الله على خلقه بعلمه علمه بجزئيات الخلق وكلياته هيمنة مراقبة الله على خلقه ببصره لكل المبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هيمنة مراقبة الله على خلقه بسمعه بسمعه الذي أدرك كل المسمعات بسمع لا يعتريه نقص ولا خلل ولا تفوته كلمة ولا يند عنه حرف وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط نافية من ورقة نكرها لتعميم كل ورقة ساقطة إلا يعلمها علماً أحاط بها بوقتي وزمان سقوطها ومكان سقوطها والحال التي سقطت فيه إلا يعلمها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا حبة في ظلمات الأرض ظلمة الطين والتراب ظلمة الليل والسحاب المتراكم على القمر والنجوم فلا تكاد ترى يديك يعلم كل حبة ساقطة جل في وعلا استحضار هذا المعنى هو الذي يوصلك إلى أعظم درجات الإيمان وهي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل هذا الأمر سهل؟ صعب صعب لكن إن بلغته بلغت أعلى درجات الإيمان وقد تكون مستلقياً على فراشك ولا زال قلبك ساجداً لله باستحضاره هذا المعنى فهذه هي عبودية القلب قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون توبوا إلى الله واستغفروا إنه الغفور وللغت أعلى درجات الإيمان